آآ السلام عليكم. آآ معكم مايكل ايوب من اكاديمية بي برو ترايدر. آآ النهاردة انا كنت حابب اشرح حاجة آآ مهمة جدا على قد ما هي بسيطة بس مهمة جدا خصوصا لناس المبتدأة. احنا في ناس كتير بتدخل للسوق ومع الوقت آآ يقول لك السوق او الدنيا بتخسر معايا. في ناس بتكلمني بتقول لي انا شوف لي التحليل للزوق ده انا يعني قرب تمرجن او الحساب قرب يروح او عكس عليها كتير. طيب انا ايه اللي بيخليني اروح للحتة الجزئية دات? انا ايه اللي بيخليني اوصل للمرحلة دي اصلا? هي عدم الادارة راس المال وهي اللي بتقصر على نفسيتي وممكن متخليش اعرفها نام. كلنا بنعدي في مرحلة معينة في الاول. ما نقدرش نتحكم في نفسيتنا. ما نقدرش نتحكم في ادارة راس المال. كلنا بنربح بنحلم بالربح السريع والى اخرون. ممكن تتكلم اللي هقولهم ما يعجبش الناس كتير او ناس كتير ما تلتزمش بيه. بس دي حقيقة في السوق بتاعنا ان احنا نشغالينه. او اي سوق عموما اي سوق برصة لازم تتعامل بيه بالمنطق ده. خصوصا سوق العمناية اللي ان احنا نتعامل في سوق بمرجن. اه انا مش عايز اطول عليكم. انا هاشرح الموضوع بطريقة بسيطة. هو ده هيفيد اكتر الناس اه المبتدئة وبرضو ينبه الناس اه اللي بتشغل في السوق بقى لها فترة. طيب. يعني ايه اه ادارة راس المال? معناها ان انا بتحكم اه لازم قبل ما ادخل صفقة لازم اعارف وقف الخسارة بتاعي فين? الاستوبلوس بتاعي بتاعي يبقى فين? لو انا مش عارف دي فين? انا مسلا معي الزهج او السهم ده طالع او نازل. ما ادخلش وخلاص على الاساس ان هو طالع او نازل. لا انا لازم اعرف احط الاسطوب بتاعي فين? لو انا مش عارف ما ادخلش. طيب. انا دلوقتي جيت في صفقة اه لقيت اسطوبها اه خمسين نقطة وهدفها تلاتين نقطة. ادخلها ولا لأ? طبعا لأ. ما ينفعش ادخل صفقة الاسطوب بتاعها اكبر من الهدف. لازم. الهدف يبقى تلات اضعف او دعفين على الاقل. ممكن كمان في ناس تخش اه الاسطوب زي الهدف. يعني ممكن ممكن برضو اعتبالها ادارة بس مش مستحب يعني مينموم مفروض اتنين لواحد. طيب في ناس برضو بتمبهر بعدد النقاط يقول لك ده انا بيعمل اه الف نقطة ده بيعمل خمسمائة نقطة ده بيعمل تلتنمائة نقطة. انا مفروض كتريدر ما بصش لعدد النقاط. انا ابص ان انا بريسك بكام بكام نسبة في الصفقة الواحدة. بمعنى ايه? انا دلوقتي دخلت صفقة انا راس مالي آآ الف دولار. تمام? بالمنزر اهو كده اهو. وفي الصفقة اسطوبها خمسين نقطة. تمام? وحضط له انا نسبة المقاوية للخطر اتنين في المية للصفقة. ازا انا اخش حجم المبلغ المخاطرة كام اللي انا ممكن اخسره? عشرين دولار. طب صفقة تانية برضو على نفس الراس المال. بس اسطوبها ميت نقطة. الضعف. اتنين في المية. برضو نسبة المخاطرة واحدة. اللي بيتغير ما ايه? هو حجم العقد. هو ده اللي بيتغير. مرة آآ تلاتة سنت. آسف تلاتين سنت. ولما كان آآ خمسين نقطة كان آآ خمسة سنت. تمام? هو ده آآ آسف خمسين سنت. فده اللي بيفرق من حاجة للتانية. لو ستوب عشرين نقطة هيبقى النقطة بكام? بدولار وتلاتين سنت. دي الحاجة المهمة اللي احنا عايزين يعرفها. احنا بنسبت مبلغ الخسارة. ليه? لان انا ممكن يبقى عندي آآ صفقة اسطوبها خمسين نقطة. وهدفها خمسين نقطة. تمام? مش مش هقول ان هي حلوة لوحش. بس دي نكسبت خمسين. دخلت الصفقة وليكن اسطوبها عشر نقاط وهدفها تلاتين نقطة. انا اللي احسن. الصفقة دي تلب خمسين? ولا الصفقة اللي هدفها تلاتين? لا طبعا الصفقة اللي هدفها تلاتين. لان نسبة المخطرة هي هي. فانا كبرت حجم العقد. كبرت اللوت. فدي لازم 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 ناخد بالنا منها جدا. وفي حاجة آآ تانية مهمة ان في ما بين الازواج وبعضها في اختلاف. بمعنى ايه? بمعنى ان كل زوج يعني مسلا انا هخلي دور زي ما هم كده. آآ ده يورو نيوز. هخلي مسلا يورو دولار. يورو دولار. بص اللي حصل هنا حجم العقد اتغير. يعني انا عايزك تركزها. لما كان يورو دولار اهو. آآ ايه اللي يخش بدولار. لو يورو نيوز ايه اللي يخش بدولار وتلاتين سنت. عند ان? زوج زي آآ نيوز بيتحرك كبير جدا في اليوم. بس النقطة بتاعته قليلة. زوج زي برضو نفس الموضوع. فكل الازواج بتختلف يعني مش كل زوج النقطة فيه آآ بدولار. يعني انا انا مسلا داخل بميني معقد ميني او آآ لقطة النقطة بعشر دولار. لأ بتختلف من زوج للتانية وعلى حسب النسبة بتاعته. آآ بالنسبة للدولار. تمام? آآ نيجي لنقطة آآ مهمة برضو. آآ نسبة النجاح والادارة. انا لما اكون داخل بادارة كويسة بالمنظر ده. آآ انا نفسيا هبقى مرتاح. وعلى فكرة يعني الاستراتيجي الاستراتيجيات دي ناس بتفتكرها رقم واحد. لا رقم واحد اللي انا احنا بنقوله ده. اللي هو البسيط ده. لو انت اتزمتي بيه سدقني هيفرق معك جدا. هيفرق معك جدا جدا كمان. آآ لاني انا ممكن بقى بقى اكسب نقطة كتير جدا بس بخسر. ليه? لان انا مسلا هنفترض معك اللي انا دخلت صفقة. خانا اصطبها عشرين نقطة. آآ خرقت بخمسين نقطة. صفقة تانية اصطبها عشرين خرقت بخمسين. صفقة تالتة. اصطبها عشرين خرقت بخمسين. كده انا كذبان تالت صفقات واخد كل صفقة خمسين نقطة زي الفل مع مية وخمسين نقطة ومية مية. جيت الصفقة الرابعة بدل ما كنت داخل آآ بدولار في دول روحت داخل بلوت ستاندر كده روحت مجمد قلبي كده وهو اخشها ايه? هكسب منها اي حاجة. هو يدوبك عكس علي بالزبط عشرين نقطة. خلاص. انا كده خسرت متين دولار. يعني خسرت اللي انا آآ كنت كذبانه. والزيادة خمسين دولار. انا كنت داخل الثلاث صفقات. كل صفقة بدولار. وكسبت خمسين في خمسين بمية وخمسين. لما عكس علي في الصفقة اللي انا رسكت فيها. ودربت الستوب وقاعد على العصابي وقاعد باكل في ضغاف فريق والدنيا مش مزبوطة. لأ. لازم تلتزم. لو انت التزمت. انا لو انا داخل زي بالنسبة دي تلاتين في المية او واحد في المية. انا احتاج مية صفقة عشان اطير حسابي. طبعا ده 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 رقم ضخم جدا يعني يعني مفوط ما يحصلش. لو انا عملت الريسك اتنين في المية هيحتاج خمسين صفقة وورا بعض. يعني يعني خد بالك ان هما وورا بعض. لازم وورا بعض. فدي حاجة مهمة جدا. اما بالنسبة بالنسبة للنسبة النجاح لو انا بخلي النجاح بتاع اتنين لواحد. يعني التارجت. تعفل ستوب. لو انا افترض ان انا دخلت خمس صفقات بالمنزر ده بمخاطرة اتنين في المية. خمسة في اتنين في المية. بكام? بعشرة في المية. تمام? وخسرت خمسة كمان بواحد في المية. بكام واحد في خمسة? خمسة في المية. الفرق ما بينهم كام? خمسة في المية. يعني انا دخلت عشرة صفقات. نصهم نجح ونصهم سقط. انا طلع كازبان خمسة في المية. الناس اللي بتدور على الربح المهول ودبل كل ده سدقني يعني ده ريسكي جدا مش هقول ناس ما بتعملوش. لا فيه ناس بتعملو. بس الفورس او كشغل الصح الشركات العالمية او البنوك او 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 الناس النجحة اللي بتستقدر تستمر في السوق على طول ونسبة كبيرة اللي بشتهلوا بالادارة اللي انا بقول عليها دي. لانت لو دخلت دبلت مرة مش هتدبل التاني هتمرجن التاني. آآ اتمنى ان انا اكون آآ يعني فتكم حاجة ولو في اي استفسار او اي حاجة رسلونا على القناة في الاكاديمية. آآ بالنسبة للشيت ده ان شاء الله هيكون مع الفيديو في بتاع الفيديو. شكرا.